موسيقى أسعد وأجمل صباح لكم مشاهدين وياها مرحبا فيكم في حلقة يديدة وصباح يديد مع برنامجكم الصباح شمس البحرين صباح الخير والنور إيمان صباح السعادة وصباح يوم جديد أكيد أحمد وان بدوري صباح لكل اللي تتابعنا في هذه الساعة في شمس البحرين فقرات متنوعة ومختلفة تنتظرنا في حلقة اليوم دعنا نبتدي حلقتنا بأهم ما تدولته صحف البحرين في هذا الصباح وأول خبر معك أحمد نعم أول خبر طبعا راح يكون في هذا الصباح من يوم الأربع ثمانية وعشرين فبراير لعام 2018 أول خبر راح يكون من صحيفة البلاد هيتفضل صاحب السموة الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة بفتح فندق جميرا رويالس راي البحرين حيث قال سموه أن ما تشهده البحرين من توسع في إنشاء العديد من المرافق والمنتجات السياحية يجسد ما تتمتع به البحرين من بيئة مثالية للاستثمار في القطاع السياحي والفندقي وما تحظى به من مكان متميز على الخارطة السياحية الأقليمية والدولية نعم أحمد من صحيفة البلاد ننتقل إلى صحيفة إخبار الخليج ابتتح سيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة معرض جائزة ملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي أقيمه في مجمع السيفة التجاري وذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير شؤون الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية وعضاء لجنة التحكيم العليا والفائزين في هذه الجائزة والحين نروح إلى صفحات الأيام إيمان وخبر يقول أقد الإجتماع الدوري التنسيقي بين مستشفى الملك حمد الجامعي ووزارة الصحة مجمع السلمانية الطبي وذلك بحضور اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله الخليفة قائد المستشفى وناقش الإجتماع عددا من المواضيع المهمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الطبية والإدارية مما يحقق خدمات طبية أفضل للمواطنين والمقيمين وبالأخص المواضيع المتعلقة بمركز الملك حمد لعلاج الأوراق نعم أحمد أحمد تحب مجلة ماجد؟ أي يوم كنا صغار أنا كنت أموت على مجلة ماجد أنا كنت أشتريها كل أربع يعني حتى لوصت المرحلة العدادية وأنا كنت أحب أقراها يعني حتى كان يقولوا لي أنت وايد كبير على المجلة لكن كنت أحبها تستقبل مجلة ماجد عامها الأربعين بعد المتميز شكلا ومضمونا سيصدر اليوم الأربعة 28 فبراير ليشكل محطة فارقة في مسيرة دقوبة توجتها على عرش صحافة الطفل وألهمت عقول وقلوب مئات الآلاف من أطفال الإمارات والعرب بتقديمها محتوى هادفا جديدا ومتنوعا يسعى إلى إثراء الثقافة والمعرفة لدى أصدقاء المجلة وقراءها كما تستقبل المجلة عامها الجديد بباقة مختارة من الأبواب والشخصيات الجديدة التي ستحل ضيفة على صفحاتها لتنال عجاب قراءها ورضاهم أتمنى أهم شيئا ما يغيرون موزة الحبوبة أهم شيئا ولا غيرون المعلومات التي كانوا يحطونها عن الفضاء فعلا كانت معلومات غيمة يعني إيمان في خبرنا الأخير الصراحة أول ما قرأت استقرابت وبلش السالفة بس عقب حاولت أن أفهم الموضوع خبرنا يقول إيمان في فرنسا من حق الموظف البردان ترك العمل والعودة لمنزله فورا لماذا؟ لأن فرنسا تشهد موجة برد غارس لم تشهدها البلاد منذ 13 عام مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص حتى الآن والجدير بالذكر أن قانون العمل الفرنسي يسمح للمواطنين الموظفين والعمال ترك عملهم على الفور والعودة لمنازلهم من دون التأثير على حقوقهم المالية أو الإدارية يعني أحمل يمكنهم يمرون بموجة برد وصقيع لكن نحن أيضا نمر بنفس الموجة في الستيديو الستيديو وايد بارد مشاهديننا بشيذين كون اختتمنا فقرات صحفنا لهذا الصباح أما الحين ننتقل لفقرتنا أو تقرنا الأول وقيمة بطولة البحرين لصناعة الرجل آلي في نسختها الرابع بدعم مميز من وزارة التربية والتعليم ومحافظة العاصمة بمشاركة نخبة من مختلف طلبة البحرين تفاصيل أكثر نشوفها في التقرير الياي ونرجع لكم في الستيديو بدعم مميز من وزارة التربية والتعليم ومحافظة العاصمة أقيمت بطولة البحرين لصناعة الرجل الآلي في نسختها الرابعة بمشاركة نخبة من مختلف طلبة المدارس بمملكة البحرين وصل عددهم إلى ألف طالب من مختلف المراحل العمرية واستضافة عدد من الفراق الأسيوية المتميزة للمشاركة في البطولة التي استمرت لمدى يومين متتاليين بمنافسة قوية بين الفراق المشاركة طبعاً وزارة التربية والتعليم لا تعلي جهداً بتعزيز العديد من القيم والمفاهيم وأيضاً الجوانب اللي تحتاج إلى رعاية ومنها على سبيل المثال هذه المسابقة التي تعادل من أحد المسابقات ليست على الصعيد المحلي اللي هي مملكة البحرين وإنما إحنا نطمح لها للعالمية فبالتالي هذه المسابقة تكون هي الجدار أو نقول الأرضية الخصبة التي تعين شبابنا بمختلف فئاتهم سواء كانوا في المرحلة الابتدائية الإعدادية الثانوية أو حتى الجامعة أن يكون لهم نصيب في المشاركة في هذه المسابقة من درس الإبداع أولاً كانت تشارك في هذه المسابقة من 2011 والحمد لله وجدنا أثرها على الطلبة والطالبات عنا من الجوانب الأكاديمية أو من الجوانب السلوكية والناحية للشخصية كانت تمي عندهم التقاب النفس لتقطة الاستراتيجي لتقطة المحتوى الأكاديمي نفسه فطبعاً من بعد هذه السنوات حبينا أنه ما تكون هي مش تحوضة على مدس الإبداع الخاصة لأنه إحنا نؤمن بأن العلم للجميع وليس حكراً على فر ومدام مملكتنا الغالية بتستحق فإذاً إحنا لازم ننشرها على أكبر مدام ترجمة نانسي قنقر رجعنا لكم مشاهدين الأعزاء وعشان نتعرف أكثر على مخرجات بطولة البحرين الرابعة لصناعة الرجل الآلي تسعدنا استضافة شذا فريد علي رئيسة لجنة العلاقات العامة في بطولة البحرين لصناعة الرجل الآلي وآلاء صالح العلي رئيسة لجنة أرض الموقع في البطولة صباحكم الله بالخير وحياكم الله معنا صباح النور يا هلا مرحبا فيكم راح أتدي معات شذاف البداية مثل ما نعرف من خلال دعمكم للتوجه لهذه النوع من خينجو المشاريع لهذه النوع من المسابقات التي هي التوجه لصناعة الروبوتات خلنا نتكلم عن مثل ما نعرف أن هذه هي النسخة الرابعة لهذا المسابقة فكلمين سببكم المستمر والهدف من هذه البطولة أو المسابقة طبعا في البداية أحب أشكركم على هاي الاستغافة الحلوة البطولة يتم تنظيمها سنويا من قبل مدرسة البداعة الخاصة وأحب أشكر لأستاذة مونة سليم رئيسة رئيسة تنفيذي للبطولة على جهودها المستمرة عشان تنظم البطولة سنويا طبعا الهدف من البطولة اللي يعني دائما عشان تسعونة يكون عادة نحن نبي نبني في الطلبة العديد من المهارات جميل الطالب يتعلم على مستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي المستوى الفردي نحاول أن الطالب يتعلم مهارات القيادة طبعا المهارات العلمية المختلفة لأن الأسس البطولة مبنية على مبادئ الستم اللي هي فالطالب يختبر عشان يتعلم جميل فهذه الشيء أعطيكم دافعي صح والهدف الأسمى والأهم عندنا أننا نرفع اسم بلادنا البطولة طبعا بعد أن تنتهي في البحرين هذه البطولة المحلية الطلب الفائزين يتأهلون إلى البطولة العالمية في أمريكا اللي تقام في شهر أبريل من كل سنة جميل ففخر لنا أن طلباتنا وابنائنا في البحرين يروحون هناك ويمثلون ديراتنا صح نعم أنت غلتش أختي ألاء بما أنتش يعني رئيسة لجنة أرض موقع فشلوك شفتي يعني انطبعات المشاركين في هذه البطولة ومدى أقبال طبعا الحضور لهذه البطولة أيضا طبعا مثل ما يصير في كل البطولات وكل المنافسات أنت ما بتقدر ترضي الكل أنا أكيد دائما في فريق فايت في فريق خسرات نعم أكيد لكن أحنا اللي نقدر نضمنه أكيد أن أنت كل الطلبة بيطلعوا من هذه البطولة بالاستفادة الكافية والمهارات التي يكتسبونها وطبعا مثل ما ما يخفى عليكم الأجواء عندنا تكون حماسية وإقبال الجمهور عندنا كل سنة يكون أزيد من السنة التي قبلها بما أنها هي نسخة الرابعة عندنا نعم يعني شذيك نذكرت على نقبة العداد قاعدت تزايد سنة عن سنة يعني نشوف أنكي مشاركات جدا كبيرة هذه السنة لك لن نتكلم عن عداد الفرق المشاركة بين العام وبينها السنة ما كثير فيه فارق بينهم طبعا عدد الفرق يزيد سنة عن سنة والسبب يعود إلى أن المدارس قاعدة تحس بهاي التنافس المدارس بدأت تتنافس أنها تتوصل إلى البطولة العالمية في أمريكا فبدأنا السنوات الأولى كان عدد الفرق خمسين فريق ما بين مدارس حكومية ومدارس خاصة ومأسيسات شبابية فهالسنة الحمد لله وصلنا إلى 102 فريق مشارك ما شاء الله ضعف تقريبا وطبعا المدارس التي كانت تشارك مثلا بفريق واحد السنة التي طافت هالسنة تخلت بفريقين وأكثر فالتنافس يزيد بين المدارس وهذا شيء جميل لدينا في البطولة من البطولة التي قدت صادت جدا كبير من خلال من خلال المدارس تشارك بعداد كبيرة وفرق مختلفة ومثل ما تكلمني يعني أختي ألابي أن المشاركين كانوا طبعا من طلبة المدارس وعدادهم كانت كبيرة في هذه البطولة شلون قدرتوا تنسغل معاهم؟ طبعا إذاينا بنتحجة أول شيء من شغل لجناتنا نحن طبعا شغالين من قبل ثمان لتسع شهور نحاول منها نخطط ونحن المكان يكون مهيئة حق هذه الطلبة اللي بيونها وشي ثاني احنا نتعاون مع الطلبة قبل البطولة من أين وحيا هم يون يدربون عندنا هاي الشي بالتعاون مع مدرسة الإبداع اللي اتنظم طبعا وزارة تربية وتعليم نعم يعني شبنا قبل شوية شفنا في التغرير الأستاذة لطيف البنوطة وكيل وزارة تربية وتعليم ذكرت في التغرير أنه راح يكون هناك في منهج مخصص بالمدارس راح يعلم عن الروبوتات فاش كثر تحسين هذي المنهج ممكن يساهم في يعني أن البطولة تلاقي صادة ونجاح أكبر من ما هي عليه طبعا بالنسبة حق البطولة أتوقع أن الطلبة لو تعرفوا على أساسيات ومبدأ المبادئ الأساسية في صناعة الروبوتات راح يتشجعون أكثر أنهم يشاركون عشان يراوون الناس قدراتهم في صناعة الروبوتات وهي شي احنا وايد متشجعين لأن نبني جيل مستعد أنه يواكب التكنولوجيا التي تصير في العالم خطوة جميلة يعني هذه النسخة الرابعة اغتيالة لازم كان أن نضيفون إضافة جميلة فيها أنتم مرح تقدرون إضافة على صناعة الروبوتات لأن أنتوا كجهة منظمة ولكن أنتوا أضفتوا إضافة للمكان وأيضا للموقع كلمين عن هذا الشيء طبعا من نوعية ترتيب المكان نحن كلجنة نحاول أن نوفر الجو الملؤم حق الطلبة طبعا مثل ما يخفى عليك ونحن الآن لدينا 102 فريق فنحن حاولنا نجد المكان يستوعب هذه العدل الهائل من الطلبة حتى نجد فعاليات المصاحبة تكون مناسبة لجمهور ومنها ستفتتاح والختام لكي يشمعون نفايل الأجواء الحماسية والمشاركين نفسهم يحسون أن البيئة كلها تكون متناسبة معهم متناسبة معهم نعم يعني يمكن هذا الحلو في الموضوع أن هذه النسخة الرابعة للبطولة سوف نرى قبول جدا كبير لكن أكيد تحضرون أنتم بعد النسخة الخامسة من الحين فالاستعدادات أكيد على قدر وزاق فما سيكون مختلف في النسخة القادمة؟ طبعا نحن ما نقدر نحرق أوروكنا عن النسخة الخامسة بس كل ما نقدر نقول أن إن شاء الله نسخة الخامسة ستكون مختلفة ونحن الآن في صدد مناقشات نحن ندخل الفئة الجامعية جميلة للبطولة فإن شاء الله تكون هذه إضافة جميلة للبطولة أن نحن ندخل فئة الطلبة الجامعية وحشان توصلون حق القمة لازم تكون هناك صعوبات تواجهونها شنو أبرز الصعوبات التي واجهتها خصوصا أن هذه النسخة الرابعة في نسخ ثلاث قبلها؟ طبعا أهم صعوبة تواجهنا أن أنت شلون تقدر تسوي بطولة أحسن من السنة قبلها ويمكن من الصعوبات التي واجهتنا هذه السنة أن عدد الطلبة يدعود فالمكان كان قليلا ضيج عليهم أو نحن نعطيهم مساحة كافية لأنهم أردي في البطولة نفسها يحاولون أنهم يعدلون من الروبوتات فنحن نحاول أن نفر لهم المكان المناسب وحتى عشان الجمهور يكون في مكان يعني يقدرون يتحركون فيه بسهولة نعم، يكون في أريحية في الأخب حيث أن الطلبة يأخذون راحتهم يعني ما يمكن مخجات البطولة كما نرى أكيد ممتازة وفيها مهارات جدا كبيرة لكن لا نتكلم بالنسبة حق الفائزين أو غير الفائزين من بعد هذه البطولة طبعا مثل ما تفضلت وذكرتي هناك بطولة أخرى تقيم في أمريكا ويقومون أنهم يقدمون فيها هذه الروبوتات لكن هل هناك أي منجهة هناك تدعمهم من خلال هذه الروبوتات التي يعملون فيها؟ أكيد، طبعا هي مجرد خطوة أولى أنهم يروحون للبطولة العالمية جامعات واحدة تكون حاضرة في هذه البطولات يقدمون منح دراسية للطلبة المتميزين عندنا حوالي 426 منحة وبعث دراسية تتوزع هناك تقدر بحوالي 5 ملايين دولار فهذه خطوة تقدرين تقولين البداية بس نعم طالب الذي يشارك خلال عمله على هذه الروبوتات يبدأ يكتشف ميولة فهذا يساعد أنه يحدد مسار الجامعي نعم فهذه فرصة لهم فعلا لكي يعرفون أين هو في أي جانب يبدعون فيه وبعد هذه البطولة يكيد يعرف نعم يا أختي ألا ما ستكتمل هذا النجاح إلا مع وجود جهات أخرى أساندكم وهذا فعلا ما حدث كلمنا عن الجهات وعن دورهم وتعونهم وإياكم في هذه البطولة أولا أحب أشكر وزارة التربية والتعليم والدعم الأول لنا سعادة الدكتور موجود النعيمي على دعم لهذه البطولة على السنة الرابعة على التوالي وحث الطلبة على المشاركة في هذه البطولة وطبعا ما ننسى المحافظ العاصمة شيخ خشام الخليفة نحب نشكره على دعم الدعم لنا وعلى الرعاية الاستراتيجية لنا وطبعا مثل ما صرحت من قبل أن تكون هناك مناهج دراسية تدعم هذه البطولة فأكيد أن هذه كلها هو العوائد على الدعم نعم شي جميل إضافة المناهج الدراسية إيمان في هذه البطولة نعم أنت ذكرتي في بداية الحديث بداية اللقاء أن هذه البطولة تعزز من مهارات الطلبة وأيضا في رحف المشاركة ستكون من ضمن الفريق ما نجفتي المنافسة بين الفريق الأول وفريق الثاني ما نجفتي هذه الحماس وهذه الشعور بين الطلبة؟ طبعا كل الفرق التي تشارك يكون هدفها أنها توصل إلى البطولة العالمية يعني هم بروحون هناك وبنفسون أبطال عالميين فلما تشوفين المباريات النهائية تشوفين أن الطلبة فيهم حماس وشغل حتى الجمهور يكون متشجع ويونة يعني كل فريق يحرص أنه يكون الحاصة على المركز الأول فالأجواء جدا جميلة والتبطولة الله تحمستون نجفها بالأجواء نعم أكيد هل تعبت تسوي روبوت؟ أنا؟ أي بالكفشون يعني إذا طالب ابتدوا يعرف يسويها ما أتوقع صعب صح خلاص يمشي بيها شيدة فريد علي رئيسة لجنة العلاقات العامة في بطولة البحرين لصناعة الرجل آلي وألاء صالح العلي رئيسة لجنة أرض الموقع في البطولة كل شكر على تواجدكم وحضوركم بالتوفيق إن شاء الله سأعطيكم ألف عافية فاصل قصير وراجعين نستكمل باقي فقرات حلقة الأربعة في شمس البحرين لا تروحون بعيد موسيقى يقال لأن الموسيقى تعبر عن ما لا نستطيع قوله ولا يمكننا السكوت عنه وضيفنا اليوم تميز في عالم الموسيقى وتحديدا عزفة على آلة البيانو سيكون معنا ومعاكم العازف والمؤلف الموسيقي صالح عيسى علشان يكلمنا أكثر عن شغفه بالموسيقى صباح الخير صباح النور يا هلا يا هلا مرحلتك يعني الموسيقى ما شاء الله بحرها عود وكبير للي حب هذا المجال بس في البداية حبنا نعرف متى بدأ اهتمامك بالموسيقى وش اللي شدك بآلة البيانو تحديدا أنا بداياتي كانت في المرحلة الابتدائية في ذلك الوقت أنا كنت ارتحق في العندية الموسيقية في جميع المراحل طبعا الدراسية ارتحقت أيضا في مركز هلمان الثقافي للأطفال نعم فتميز في مجال الموسيقى كنت أشوف آلة البيانو وكنت أحب دايما أن أعزف عليه هاي من يومان كنت طفل صغير يعني صوتها جميل جدا وعجد نفسي يعني قريب جدا لهذه الآلة آلة البيانو جل يعني لك مشاركات كثيرة يمكن داخل ممكة البحرين وخارج مملكة البحرين فكلمنا عن هذه المشاركات وشنو أضافت لك طبعا يعني هذه المشاركات أنا اللي يعني أحس أن المهم أن نحن نبرز البعد الثقاثي والفني للشاب البحرين الحمد لله يعني هذه المشاركات كانت يعني كنت ضمن وفد البحرين في مهرجانات موسيقية مثلا في مهرجان بجامعة جنوب الوادي في مصر وكذلك عزفنا في مدينة سوسا في تونس نعم والعديد يعني من المشاركات وبعضها أيضا في داخل البحرين يعني في الافتتاحات الرسمية مثلا للمجمعات التجارية في عام 2008 بحضور سمو ولي العهد الأمين وكذلك في معرض الفنون التشكيلية لأكثر من مرة تحت رعاية سمو رئيس الوزراء الموقر وطبعا أهم مشاركة عندي اللي دايما دايما أعتز فيها هي العزف في المعرض المصاحب لإحتفالات المملكة بالأيد الوطني المجيد كان عام 2012 16 ديسمبر 2012 بحضور قادة البلاد حفظهم الله ورعاهم في جامعة البحرين هذه طبعا أهم وأكثر استضافة عنها أفهم أكثر من المشاركات اللي كانت قريبة مننا قريبة جدا جدا أعتز فيها نعم يعني أخوي صالح جميل في الموضوع أن أنت مغتصرت فقط على العزف على البيانو تطورت أكثر وقمت تتألف أيضا الموسيقى كلمنا عن تجربتك الأولى في التأليف يعني عندي في جانب التأليف مثلا في يوم من الأيام أنا ألفت الموسيقى التصويرية لفيلم حكاية إنجازات نعم أنا ذاك اللي دشنت المؤسسة العمل للشباب بالرياضة نعم برعاية معالي الشيخ فواز أنا ذاك فيعني حلو أن إحنا نوظف مهاراتنا إمكانياتنا سواء كانت موسيقية أو في أي مجال آخر يعني نوظفها لصالح وخدمة البلد فأنا جدا أعتز بالمشاركات الوطنية يعني حتى في المشاركات الخارجية سواء موسيقية أو غير موسيقية مثلا كنت وقت الجامعة جامعة البحرين يمكن طالب يعني رحنا الصين ما كانت مشاركة موسيقية كانت مثلا أول هي أول زيارة لمؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي فشفت أنا آلة لبيانو في جامعة بيجينج فعزفت لهم شيء مثلا من تراثهم الصيني وعزفت شيء من تراثنا البحريني تراثنا البحريني جميل حلو فهي شيء يعني الحمد لله عجب شاشة التخاعل يوم سمعوا تراث البحريني ستونسا وايد يعني عجبهم واستغربة من أن أعزف شيء من تراثهم الصيني كنت محضر لهم أكيد أنا كنت محاضر لنا بروح الصين فسجة هي ممكن لها علاقة في الموسيقى لأن خذنا يعني امتحونات مقابلات بالعربي والانجليزي فالحمد لله وفقت يعني كنت ضمن نوافد الجامعة والحمد لله أيضا بعد تم تكريمي من قبل جامعة الدول العربية بميداليات بيت العرب الذهبية هاي بعد شيء أنا أحتس فيه وعام 2004 طلعت المركز الأول في فئتي العمرية في التأليف العسف من شاء الله آلة البيانو حتى أنا امتلكت آلة البيانو من شخص مجهول إلى هذه اللحظة من شاء الله ما تعرف من من حتى ذي اللحظة أنا ما عرف من وطبعا هي يعني كانت من الحضور في ختام مهرجان الطفل الثقافة والفنون من حفل التكريم نفسه فعرف أنه أنا ماندي آلة فيانو وفي ذلك الوقت أنا طالبة يعني في مدرسة صحب كنتم أعوفر لآلة البيانو فالحمد لله هل سأكين هذا شيء دفعهم أنه يقدم لك هذه الآلة شغف بك هذه الموضبة وهذا الروح الموسيقية الجامعة لأنه يستاهل صالح أنا مبدأ الله يسلم حتى الوالد طبعا ما قصر ووالدتي ما قصرت وياي كان الوالدي بلي أول شيء كيبورد صغير يقول لي إذا تفوقت سأشتري لك أورج أكبر الله هذا البداية لكن دائما الأول على المدرسة أطلع في أستونس يبلي أورج أكبر كل فترة تحق الأورج أكبر فهي شيء يعطيك دافع الحمد لله الحمد لله يعني صالح لو أن نتكلم اليوم عن طريقة التأليف الموسيقي اليوم تختلف من شخص لشخص يمكن أنت أتميل التراث أو يمكن أن أتميل حق لون موسيقي معين ففي تأليفاتك شنو دون اللي ميز صالح أنا طبعا أحب الموسيقى مدرسة العصر الجديد اللي هو نيو ايج نيوزم يعني مثل ياني العالمي الموسيقى فحلو أن الشخص يسمع لي أكثر من مؤلف يعني أنا حيوانا أسمع حتى حق بيتوبن ولا باخ ولا شوبان جميل فهذه المجموعة الموسيقية من المقطوعات الموسيقية اللي أسمعها أضيف لي يعني في خنقول مكتبتي الموسيقية الخاصة فأثناء التأليف أنا أتأثر يعني كذا مؤلف بس في آخر شيء أنا أطلع بأسلوب الخاص يعني أخي صالح أنت موجه أيضا في نادي الموسيقى بجامعة البحرين وفزت مؤخرا بالمركز الأول في احتفالات العيد الوطن كلمنا عن الموضوع الكثير طبعا أنا يعني جدا سعيد أن أكون أحد من سوبي جامعة البحرين مشاركاتنا يعني أنا مسكت التوجيه في نادي الموسيقى منذ عام 2013 يعني إذا بنحسب هالي عام 2017 ديسمبر اللي هي مشاركتنا في العيد الوطني احتفالات الجامعة أربع مرات من أصل خمس مرات دايما المراكز الأولى والعام والسنة أو عفوا يعني 2017-2016 المركز الأول على التوالي هذه نتاج تضافر الجهود وروح العمل الجماعي لدى أسرة نادي الموسيقى ناديا نعم نعم قبل أننا نعمل مع بعض يعني نعمل مع بعض دايما نضع أهداف نعم هي حب البحرين أج曼 ملكنك حب قيادتنا الرشيدة حب شعب البحرين فكلنا نجسد هذه الحب و هذه الولاء من خلال الأغاني الوطنية التي تتغنى بالبحرين وطنًا وشعبًا وقيادةً مبتأكيد هذا شيء جميل جدًا وحول بعد أن العفوية التي لدينا ليس لدينا الجو الرسميات يمكن أن أمام الناس جو رسمي صحيح لكن بيننا وبين بعض لا يعني ألفة وتوالد بينكم ألفة ومحبة ووئام نعم شي جميل يعني صالح يمكن ذكرت نقطة بأنه يمكن من يوم أنت كنت صغير كنت تحب دائماً تعزف ويمكن أن يكتشف أهلك هذه الموهبة نعم اليوم نقدر نقول أن صالح يعني تعلم منذ الصغر لكن هل دعم أيضًا موهبته هذي بالدراسة؟ نعم يعني أنا حصلت على منحة لدراسة البيانو والنوثة الموسيقية في معهد البحرين للموسيقى فهذه دورات تخصصية نعم أما في المجال الأكاديمي أنا يعني مؤخراً الفصل في لطوف تخرجت الحمد لله ماجستير بانتياز ماشاء الله في إدارة الأعمال من جامعة البحرين نعم حلو أنا أقول أن الإنسان ما يعني ما يكون بس في مجال واحد حلو أن يطور من مهارته سواء في الهواية أو في المجال الأكاديمي نعم أخي صالح ومن أهم الموسيقيين الملهمين بالنسبة لك؟ طبعاً في واحد بس أنا أحب أسمع لأكثر من شخص على أساس أن أطور من نفسي أكيد نعم مثلاً يعني جورج وينستون باخ بيتهوفن شوبان وكذلك أحب أسمع الأغاني الأغاني التجارية أيضاً نعم يعني فيها ألحان حلوة أقدر أخذ أفكار منها وبعدين أبدأ أنا في التأليف وأنا أحب أيضاً الارتجال حلو يعني فيها أذكر مرة في فعالية عزبت أربع ساعات متواصلة من غير توقف وكان ارتجال نعم نعم يعني صالح لو بنتكلم عن طموحك أكيد وخططك المستقبلية في هذا المجال شنو رحت شنو حاط في بالك شنو الحلم اللي تبت وصله في المجال الموسيقي أنا طبعاً يعني طموحي ما يحدها ثقف أمزين بالنسبة على المجال الموسيقي أنا أشوف أن يعني عندي القدرة على التأليف عندي القدرة على إقامة أمسيات أو أصبوحات موسيقية فأنا أتمنى يوم من الأيام أن أعزف في مسرح البحرين الوطني أعزف مؤلفاتي أنا الشخصية على آلة البيانو وتكون هدية للناس للسواح كل مني هي البحرين يشوف البحرين فيها كوادر فتية مؤهلة قادرة مبدعة أما في مجال مثلا الأكاديمي مثل ما قلت الحمد لله وأنا درست وحصلت على الماجستير وحاليا أتوقف قليلا ويمكن مستقبلا بعد أواصل في مجال الإعلامة أنا أيضا جدا جدا أحب تقديم البرامج التلفزيونية قدمت في تلفزيون بحرين العديد من البرامج منها مهرجان التراث الحادي عشر للألعاب الشعبية كنت احترعي جلالة الملك كنت مراسل في التقارير الخارجية أيضا في مراسل التقارير خارجية أو فقرة نافذة إبداعات في برنامج باوب البحرين وبرنامج هون البحرين برنامج إجازتكم برنامج الأطفال وكان مؤخرا بإعدالله برنامج مواهبنا كنت أستضيف أطفال موهوبين فأنا أحب جدا تحب المجال الإعلامي لكن العديد من المواهب أنا أتمنى اليوم تشوف رهي معاكم قاعدة إن شاء الله إن شاء الله سألتك سألتك هل فكرت تعاون مع فنانين تتلحن لهم بعض الأعمال؟ يعني هذا شيء وارد ولكن لحد الآن أنا ما يعني ما يعني ما فكر في هذه الخطوة في الفترة الحالية في هذه الفترة لكن ما يمنع أن مستقبلا يعني أنا حامل مثل ما وقلت لنا أطور نفسي في أكثر من مجال نعم يعني حتى في المجال الأكاديمي أنا الآن كوني عندي شهادة الماجستير بس شلون أستفيد منها إلا يعني في حالة واحدة إذا أنا حطيت طموح وأهداف محمودة يعني لا تكون محمودة إلا إذا صبت في صالح الوطن يعني أتمنى مستقبلا أن أتبوأ مناصب إن شاء الله يعني رياضية أتمنى أن يمثلك يعني مهارة القيادة أكيد تستاهل أكيد أكيد يعني أكيد يعني أكيد أن الإنسان يكون يعني جزء في صنع القرار نعم في البلد أكيد أخي صالح أكيد أكيد يعني تعكس يعني يعني بعد الحضارة للشاب البحريني ويمتد أفقها ويكون تحت أشعاع ثقافي وفني نعم مؤهل تستاهل الخير بلا شكية الله يخليك تسلام شكرا على تواجك حضورك مع النه المؤلف الله يعطيك ألف عافية أهلا لأشكركم ويعطيكم العافية الله يعطيك أمين على البرنامج شكرا أما الحين ننتقل إلى زميلتنا أسماء الشيخ في سؤال في الأول معات أسماء مرحبا فيكم مشاهدينا يتميز المطبخ البحريني لنكهاته ومذاقه الخاص لكن السؤال هو أيام قبل هل اختلفت الأكلات البحرينية عن مذاقها الحين ولا لا هذي كله بنتعرف عليه مع الأستاذة دلال الشروقي ضيفتي في الستوديو اليوم صباح تشالله بالخير بالنور السلامة أستاذة دلال خلنا نرجع شوي ونتكلم عن المطبخ البحريني في السابق شنو الأكلات اللي كانت مشهورة في ذاك الوقت نجد من حد الفترة لقبل 100 وشوي سنة كان الأكل جدا محدود إلى أن دخل الإنجليز ويابوا معهم الطباخين الهنود وايد أثروا طبعا أي شيء جديد على المجتمع لازم لقى القبول أكيد لقى القبول يعني استطعموا وتمكن ولونا ما فيه أكلات مثلا البرياني وايد ناس عزبالهم هندي هو أصلا من فترة العباسية لأنه كانوا يستقطبوا الناس من خراسان يطبقون لهم نفسهم الطباخين لما قامت دولة الموغل في الهند نقلق وكان اسمها برياني زين ونقلوا لهم حق الموغل ولما وصل الهند يعني لما راحصوا بكشمير قاموا سوونا على لحوم لأنه عندهم وايد ماشية لما نزل تحت حيدرابور قاموا سوونا على دياي لما نزل تحت لمدراس قاموا سوونا على سمات حق الهندوس داخل الهند قاموا سوونا فيجيتيريان رجع حق الخليج مع الهندوس ونحن سمينا برياني يعني صار مزيج بين الثقافات في الأكل بس قلبوا صلى أننا كان أصل عربي البرياني حلو وهو يعني الرزم طيب بالأطايب اللي هو الزعفران والهيل وماء الورد هذه يعني فترة ازدهار لأولا العباسية هم استقطبوا الخراسانيين طبخوا لهم كطباخين أكيد كان فيه مكونات يعني يعني المكونات اللي كانت تقابل كان فيه مكونات أساسية موجودة في أغلب الطبخات أو الأشي اللي كانت متوفرة حق ذاك الجيل شنو أهي هذي المكونات يعني شوية قديم قديم زوان العرب يعني داما يقول العرب أمة تامرة لابنة الحلبون يسوون اللبان من اللبان طلعون ليقاط طلعون الزبد وكان يعني كمسافر عربي يعني معان ليقاط والتامر شاي ما يخرب وكذلك يعني حق اللي الحضر أمة شاحمة ولاحمة يأكلون لحم ويقطعون الشحم وشاي يذوبونا سونا كدهل وشاي يقطعونا ينشفونا اللي هو الخلق ويستعملونا كيدم وكذلك الجيراد والضبء الجيراد بعد نشفونا ويطحنونا ويستعملونا نحن أهل بحر أهل بحر جففوا السمات وجففوا الربيون والبقوليات يعني حتى إحنا البحرين على رقعتها الصقيرة المناطق القرى يأكلون بيض يأكلون ديوي أكثر مناطق الساحلية طبعا يأكلون سمات فكانت النساء قديما يعني الريوي الفلقوس ما كان في ديكاكين ولا برادات ولا شيء هذا انت حاجة عن المجتمع القديم جدا فكانت تبذل السم في البحر أو الطاقة الزراغية اللي هي مشخالة وفوقها قطعات قماش تحط طحين قوم الميدي نطخ داخل فتسوي غداها يوم اللي مطار مثل اليوم وهلون يكون عندها شيء سماء غدا الغرفة غدا غفة عندها قراش أو قواطي في ماش في حقنخين فلق البقوليات يعني في ربيون يابس في سمات ملاح فهاي موجود عندها تقوم تسوي علي او اذا عندهم يعني امهم زرايع اذا عندهم طماط و بودنجون و بطيتو يعني فقوموا ان يسوي منه مرقة هوا مصلي بطاط هل هذه الأكلات موجودة اليوم ولا اختفت تقريبا؟ أول كان قسمنا عنهم من قلة ذات اليد ايه نس تتشاهقوا خاطري في مصلي بطاط او خاطري في مواش او معدس او نس تسمونها معدس او نس تسمونها مدلل لأن الدول خدناها كالمهندية عن العدس وهم دلل عزبالهم يعني انه في وائد شغل ولا بل عيش على دول او في نص مصلي دول بس فكانت هو تقلب على الظروف ما شاء الله ما في انسان يأكل اكل يعني ما في دم للي صاروا فيجيز او فيجيتيريانا اللي ما يبون يأكلون فعلا نفس ما ذكرت في البداية يمكن قلت ان الاكل البحراني يتميز بنكه او مذاق خاص يمكن البهارات شوية تلعب دور في هالموضوع البهارات البحرانية القديمة اللي كانت موجودة في الزمان اول شنو اهيها؟ وقال الفلفل موجود ينزرع لانحن بلد زراعية فكانوا يزرعون كل المزرع عندهم بس اكتلت معي وصول الجولة الهندية شوفونا الفلفل هم احر او يعني طعمها شوي قير فتقبل ليليوم الحالي كل ما زار يعني كل ما اكتشفوا اشياء من المطبخ الهندية بيستقطبونا يعني هالكاريبتة او راغ الكاري ما كانت تستعمل ايه احنكو محطونا في المشبوس ايه صجي وصل مشبوس طعمه حلو بس طعمه هندي ايه المشبوس الاوليين كانوا يأكلونا دباقي يطرحون كل شيء اللي بزار والله وطبخون يقصن البحارة في البحر ايه واللي يطلع منا النتيجة يأكلونا يقون دباقي او بحاري بس عندنا المشبوس المكلف حاج حاج ناص الميسورين حاج العزايم اللي سوون لحشو وسوون لمنفوق اذا عندهم مكسرات عندهم زبيب بيض مفيوح يعني حسب المتوفر بس هو الاكل الاساسية يعني هو المشبوس او حاج يعني كعبحرانيين لان اهل بحر لمحمر يعني كل دول الخليج المحمر مولهم نوع واحد ايه لحنا خمسة ما شاء الله خمسة انواع محمر شنو الانواع؟ محمر مكبوس محمر فقاعته محمر شاكر فلو محمر برانيوش محمر معدقوق يمكن بنتقل شوية حق الفترة اللي احنا فيها الحين وحضرتك عندهش اربع كتب توثيق للمطبخ البحريني ليش اخترتي هاي الموضوع بالذات؟ لا كتبتي فيها جميع انواع طبخات بس كتاب واحد اللي هو على رسالة الدكتورو مارتي رسالتي كانت توثيق المطبخ طراث البحريني ولان مطبخنا اقضى مطبخ في المنطقة كون احنا جزيرة اللي يسكن فيها اللي ينطلع ما ياخذ العادة او الاشياء اللي كان يسويها ما ياخذها ويؤتم في المكان يعني مثل البلاد الصحراوية ويقعدون الناس يمشون يمحل عقوبهم في البداوة احنا دا مجتمع حضاري زراعي بحري فهذه المكونات كونات نسيج البحريني فاحنا عقنا ناس في الخليج عندنا طبخات حلو يمكن يوم قلتي مكونات يا فبالي سؤال اللي اهو اليوم عندنا احنا اجهزة لقياس المقادير وادوات معينة يستخدمونها قبل شون كانوا يسمون المقادير مالاتهم هو كلا بالنظر بس شنو مقاديرهم كانوا او كأس المقادير كان قلبة الاناناس مع بداية تقللش الانجليز يو يوبا ودخلات المعلبات فكانت قلبة الاناناس هي تشيلة بس قبل تشيلة كانوا ياخذون القبعة القبعة اللي هي او يسمونها القحف القحف مال جوز الهند خلوا نهاي يعني تقلل من قياسها اذا جوز هند عودة كثر قوط الاناناس حلو يعني اللي حين معظم النساء اللي اكبر مني مستحل تحطي الكاس القياسي تستخدم الأشياء القديمة ايه تشيلة وي ناس لا قياسهم تشيلة احنا حين له الكاب يعني القياس الانجليزي حلو يعطيتش العافية ونوارتين اليوم في الاستيديو يمكن اسواق البحرين اليوم والسيبرماركت وفي اسواق معينة حق المأكولات والمطاعم البحرينية في السابق ما كانت موجودة بس اليوم تعرفنا معاتش على الاشي اللي كانت موجودة في السابق يعني انا بنتي اول مطعم بحريني ما شاء الله من يوم اللي افتحت كمطعم بحريني قدم ريوك بحريني من اقومها بشهرين ثلاثة البحرين كلها هم ترثت تصوي ريوك بحريني وايدي سعدني ما يعني ما يضايق بالعكس اي اكيد لانا وانا قدم الدكتورة اللي كنت اخذ آيلتس فيسأني المختبر يقول لي هل هناك مطاعم بحريني في بحريني؟ قالت لا 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 انا كنت عايش في البحرين كنت ادور اكل بحريني اكل بحريني فالحمد الله يعني مطاعم زعفران يعني يمكن بركم تلمستوا النجاح البوهر يمكن الاكل بحريني لبصمة والحمد الله انه في ناس قاعدين يثبتون هذه البصمة يعطيتش العافية وكل الشكر لك نفس ما شفتوا مشاهدين تكلمنا عن المأكولات البحريني ومذاقها الخاص مع الاستاذ الدلال الشروقي اما الحين بارد حد زملائي في الاستيديو احمد ايمان وتشوفكم الاسبوع الياي بموضوع يديد طبعا نشكر زميلتنا اسماء الشيخ وايضا ضيفتها دلال الشروقي على هذه الفقرة الحلوة وعلى سوالف لول الجميلة فعلا ننتقل الى موضوعنا الاخر تحت رعاية السيد سلمان بن عبسي بن هندي محافظة المحرق تطلق جمعية البحرين للعمل التطوعي بالتعاون مع مجمع السيف المحرق والفرقة التطوعية والمدارس الخاصة الحملة الوطنية لتنظيف سواحل محافظة المحرق تحت الشعار شواطئنا اجمل وعشان نعاف تفاصيل اكثر عن الحملة معانا المنسق العام للحملة من جمعية البحرين للعمل التطوعي مونة حسن مبارك وعضو فريق الشراكة المجتمعية لشركة عقارات السيف أمل جلال راشد حياكم الله معانا ونورتونا في السيديو شمس البحرين مرحبا بكم أبتلي معاتش السادة مونة في البلاية يكيد لك الحملة هناك أهداف معينة حابين تحققونها من خلال هذه الحملة فشنو هي الأهداف؟ أولا أشكر تفزيزون البحرين على استضافتي وأشكركم طبعا الحملة تعرفون أن البحرين جزيرة نعم كجزيرة تحيط بنا البحار من جميع الجهات فحنا حبين أنها كحملة تطوعية نشارك في هاي الشي تشجيعا الهدف الرئيسي هو أن نحفز المواطنين على بيئة نظيفة جميلة نعم وطبعا يعني هذا الهدف كان من خلال الحملة يمكن تعززون المواطنين من خلال الشعب أن يحفظون على البيئة والسواحل الموجودة في البحرين نعم أنت غلج أستاذة سنتكلم أكثر عن جهات المتعاونة وأيضا المشاركة كلمين عنها أكثر دعواني قاعدة قادم شركة عقاروت السيفة طبعا شركة عقاروت السيفة هي أحد الجهات الدعمة حق هذه الحملة وجمعية البحرين للمتطوعين ومعنا بعد محافظة المحراء ومدرسة المدرسة الفرنسية نودي روتوري المناومة وعندنا فريقين للتطوع فريقنا نقدر وفريق لأجلك من التطوع إن شاء الله سيكونوا المشاركين معنا في هذه الحملة لدينا برنامج اللي هو التنظيفة نعم بيكون حكسة واحد للبحرين عامة نعم المراحل العمرية هذه هي من أهم المراحل اللي نحتاجها تكون معنا في حملة مثل حملة تنظيفة الشواطئة فروح شركونا مدرس خاصة مدرس حكومية من جميع المراحل ومثل ما ذكرت فريق لأجلك من التطوعي فريقنا نقدر التطوعي راح يكونون معنا فقعدين نستهدف أن المراحل العمرية تكون متناوعة بحيث أن الحملة هذي مبلي فئة محينا أو لجميع العمار نعم يعني أستاذ موني يمكن ذكرت نقطة أن الحملة هذي تخص جميع العمار حلول أن نشوف الجميع العمار تتشارك في تنظيف السواحل لكن بنتكلم عن الحملة اللي راح تكمو فيها بداية تنظيف هذه الشواطئة هل هناك أيضا برامج فعاليات مصاحبة لهذه الحملة بيكون طبعا في له إعادة الاستفادة من المخلفات حيفية إعادة تدويرها تدويرها نعم وطبعا سنقيم توزيع المنشورات الثقافية جميل وسنلصق المنشورات على جميع الشواطئ البحرية نعم جميل أستاذ أمل هل هذه الحملة الأولى للجنة الشراكة المجتمعية بشركة عقارات السيف؟ ولا في كانت قبلها في حملات أخرى؟ طبعا كلجنة الشراكة المجتمعية في شركة عقارات السيف نحاول أن نغطي جميع مناطق المملكة البحرين فأنا نبدأ العام في حملة تنظيف سوحل كربوبود مع محافظ العاصمة الشيخ شوم عبد الرحمون الخليفة فهي كانت البدوية ونكمل مع محاصبة المحرك وإن شاء الله نحاول خلال فترة وجيزا نغطي جميع سوواء المملكة البحرين إن شاء الله بجد من الله أستاذ أمني ذكرتي أن هناك برامج مختلفة على مدار السنة ووضعتوها لتنظيف جميع شواطئ مستواحد في مملكة البحرين ماذا رأيت ردود الأفعال والتفاعل مع هذه الحملة التي تقيمونها؟ طبعاً، لدينا مشاركات كثيرة نحن كنا مستهدفين مئة شخص طبعاً والآن العدد وصل إلى 140 وقعد في عدد الزيار نعم في قبال كثير من جميع المراحل المراحل والأعمار كان هناك شباب أكثر يعني نرى أن الشباب يحبون هذه الأمور أكثر نعم فأنا كجمعية تطوعية نحن نزرع فيهم هذا الروح هذا الروح حب التطوع يعني أننا نأخذ من طاقتهم الطاقة التي يضعونها في شيء تطوعي ليس على أساس أنهم مثلاً شيء مادي لا، نحسون أنه شيء تطوعي وفي النحن يعطون الوطن نعم حبهم للوطن هو شيء يجذبهم لذي الشيء فعلاً، ما شاء الله شباب وطاقتهم كبيرة في شيء حلو شيء من قلبهم يبوله فعلاً كيف تتحدث عن طبيعة عملها؟ طبعاً لجنة الشراكة المجتمعية في شركة عقارات السيف كانت موجودة من تأتيس الشركة نفسها عام 1999 تحت مسمى اللجنة الخيرية في وقتها في 2015 تم طرح أن تكون تم تغيير مسمى اللجنة إلى لجنة الشراكة المجتمعية نعم في عندنا اللجنة الرئيسية اللي هي مكونة من أعضاء إدارة المجلس واللجنة الفراعية اللي هي مكونة من موظفي الشركة عقب ما أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية هم يرشحون الموظفين الشركة بحيث أن الشغل لا يمكنهم يساهمون في الأعمال التطوعية ونفس الوقت بعد في الشغل يعطمهم مجال أكبر من وقتنا أستاذة ما هي أنشطة برامة جمعية البحرين للتطوع لعام 2017 عندنا ملتقل التطوع المستقبل وعندنا التدريب الإعلامي جميل وعندنا طبعاً سحابة خير وهي تكون عالتاً في شهر رمضان يكون هذه التدريب وعندنا الثقافة الإعلامية نعم هناك برامج مختلفة من نوع وهل هذه البرامج تخص جميع فئات العمرية في المجتمع؟ طبعاً حتى الأطفال كان موجودين لهم مشاركات متعددة وعندنا الإحتياجات الخاصة لهم لهم دور أيضاً في هذه الحملات جميل جميل جداً هذه الحملة شنو أهدف هذه الحملة شنو نتيجة اللي حبيتو أن تصلون من خلال هذه الحملة؟ طبعاً نقدر نقول أن الهدف اللي من خلال مشاركاتنا في تنظيم هذه الحملة مع جمعية البحرين المتطوعين هي أن تبقى أول شيء سواء لنا نظيفة البحرين كلها وبعد أن نعزز ونثقف الشباب عندنا بأهمية الاهتمام بالبيئة وإعادة التدويغ ونفس الوقت نخلق الشراكة المجتمعية بين جميع أفراد المجتمع بحيث أن في المستقبل هاي شيء منهم ومن نفسهم بدول ما نظم حملات نعم جميل أكيد نشكركم على هذه الجهود التي تقومون فيها يعني أمال ومن أكيد هذه جهود جداً جميلة في مجال عمل تطوعي في النهاية هذه الجهود كانت تصف في مصلحة البحرين نشكركم على تواجركم وحضركم شكراً شكراً وبالتالي وصلنا لختام حلقتنا مشاهدينا نلقاكم باشر ومع السلام مع السلام اشتركوا في القناة شكراً شكراً شكراً